تحياتي مختصر مفيد ثلاثة عنوين أساسية رح يتم تطرق لإله أولاً موضوع السياسي اللبناني ما يتعلق بملف الرئاسي تحديداً والمستجدات ثانياً التحلل اللي حاصل في لبنان بالمؤسسات وخصوصاً التسلل هذا التحلل نحو المؤسسة القضائية ثالثاً الإقليم إلى أين خصوصاً بعد مصالحة السعودية بالملف الرئاسي اللبناني هناك طبعاً مستجدات ولكنها ليست داخلية للأسف الواقع الداخلي اللبناني يراوح في مكانه لأن كل القوى السياسية تتشبث اليوم عند المعطيات اللي عندها وبالتالي عند تمنياتها تعول على تغييرات ما سلامان فرنجي هو المرشح الأبرز هو المرشح الجدي هو يعتمد ويستند على كتلة نيابية صلبة تستطيع اليوم أن تؤمن له البنافسي ولكن ماذا عن الآخرين؟ خصوم سلامان فرنجي وتحديداً بالترويكا المارونية ما استطاعوا اليوم لا القوات ولا الكتائب ولا التيار الوطن الحر أن يقدموا منافساً جدياً لسلامان فرنجي ما يعني أن كرة التعطيل في الشكل وفي الجوهر عند هذا الفريق هل سيكون هناك تقديم اتفاق؟ أنا أستبعد أنه يكون هناك اتفاق داخلي لبناني لمنافس سلامان فرنجي وبالتالي يصبحون القرار في الخارج نحن في لبنان اليوم ننتظر هذا القرار الخارجي الفرنسي حاول بكل الفترة الماضية أن يبني على المعطيات ومن هنا تحديداً كان تأرجحي عنده لسلامان فرنجي لأنه شايف مرشح ظاهر جدي مسنود إلى كتلة نيابية وسياسية صلبة بينما الآخرين ما قدروا أدامونه شيء لأجل ذلك يوم الفرنسي وعطفاً على كل مصالحه ليس فقط في لبنان بل بالأقليم ستعتمد على البناء علاقات سياسية مع قوياء عنده النفوذ لتأمين مصالحه الاقتصادية وغير الاقتصادية وبالتالي صار سلامان فرنجي المرجح ولكن ماذا عن الموقف العربي؟ السعودية لم تضع فيتو على سلامان فرنجي بكل المرحلة الماضية هي صاحبة الرأي الأساس في هذا الموضوع لأن قوى سياسي ونيابي تتأثر بالهوى السعودي وهم ينتظرون هذه الإشارة كان في السابق لم يعطي السعودي إشارة وركز على المواصفات البعض فسره على أنه لا تنطبق على سلامان فرنجي أو هي مشاكسة لترشيحه ولكن أنا أعتبر على أنه الملف اللبناني لم يتداول به سعوديا مع الإيرانيين ضمن هذه الصفقة أو هذه التسوي أو المصالحة الجاري في الإقليم ولكن سرعة المعطيات الخارجية والدفع الفرنسي والمحاولات مع السعوديين قد تدفعهم أو دفعتهم للقول ضمنيا ألا فيتوا على سلامان فرنجي ولكن دون أن يعطوا الإشارة لحلفاءهم واللي بتأثروا فيهم أنه نحن معنا مشكلة معه أو مع غيره أنا أعتقد أنه عودة السفير السعودي إلى لبنان في الساعات الماضية إذا كانت ستحمل جديدا هي أن السعودية لن تتدخل لا سلبا ولا إجابا ما عندها مشكلة لا مع السلامان فرنجي ولا مع غيره هم بتكون أعطت الإشارة أنه ما عندها مشكلة ولكنها لم تضع جهدا للتدخل في التفاصيل اللبنانية حتى لا يعني يصبح الأمر له أعباء مالية عليها هي ليست في وارد السعودية أن تكون فيها لا عملتها تجاه مصر في الأون الأخيرة ولا تجاه الأردن وأيضا ليس تجاه لبنان كل ما تريد السعودية من لبنان أن يكون موضوع الحزب بعيد عن اليمن وحزب الله تحديدا وأن لا يتعطى به وأن ترتاح ليس فقط في الشكل ووقف الخطاب ووقف المؤسسات الإعلامية المناهدة لألة بل حتى من التواجد لأنه علاقة بهذا الموضوع ويسير هذا الملف التحلل اللي حاصل في لبنان هو يطال كل المؤسسات ما يحصل في الأون الأخيرة أن التحلل الذي يصيب المؤسسات في لبنان يتسلل إلى المؤسس القضائي خليني ابني على واقعة تحصل الآن في بعض القضاة اليوم بيتعاملوا مع الموضوع الإعلامي كأنه النجوم في قضاة اليوم بيتعاملوا مع المعطيات وكأنه نهني جزء أساسي من الحياة السياسية وهذا خطأ اليوم مثلا مدعي عام جبل لبنان قاضي غادعون على سبيل المثال تتعاطى مع الإعلام تغيرات على التواصل الاجتماعي على تويتر التعاطي الإعلامي تعطي ملفات ما حصل في الأيام الماضي أنه في ملفات العلاقة بمؤسسات لبنانية مثلا المؤسسات النفطية المؤسسات بتعاطى بهذا الشأن تعطيها بقضايا ما قبل أن يتم التحقيق وبمجرد الإدعاء إلى مؤسسات إعلامية وليس فقط محلية حتى خارجية يعني هون الضرر بيصير على هذه المؤسسات وأصحاب اللبنانيين والموظفين اللي فيها مش بس على الصعيد اللبناني حتى على الصعيد الخارجي يعني بيصير فيه تشويه سمعة قبل الحكم وبمجرد الإدعاء قد يكون هذا الإدعاء بيحمل معه صح أو خطأ يعني تجريم أو فعلا حكم أو لا براءة فلماذا هذا الاستعجال لماذا تقدم هذه القاضية تحديدا على اليوم تشويه سمعة هذه المؤسسات ما حصل مع بعض الشركات اللي بتتعاطى بمجال الطاقة أو بالنفط أو غيرها اليوم يستحق أن يدرس الأمر بعناي القضاء يجب أن يأخذ دوره طبيعي يجب أن يحقق ولكن ألا يكون اليوم مادة بالاتهام يتقدم للإعلام وتشويه سمعة هذه المؤسسات يجب أن يحاسب القاضي ويحاسبه ليس فقط المعنيين بل أيضا عامة الرأي العام لأنه ما عد فيه ثقة بهذا القضاء وللحديث تتمه الملف الثالث بدأ نحكي عنه هو الإقليم إلى أين؟ المصالحة السعودية الإيرانية مصالحة إيجابية ليست لها علاقة بالنفوذ المتعلق بالبلدين إلى علاقة أبعد من ذلك إلى علاقة اليوم بالبعدين المذهبيين الإسلاميين تحديداً له علاقة بالسن والشيعي هذا الحوار العميق الحاصل هو الأول من نوعه من عام 79 من ثورة الإمام الخميني في إيران عام 79 لم يحصل هذا الحوار بين طرفين أساسيين دولتين أساسيتين السعودية وما ترمز إليه إسلامياً وإيران وما ترمز إليه إسلامياً وبالتالي اليوم العودة إلى هذا الحوار يعني تنظيم الخلاف بأبعاده الحقيقية وليس الأمر يتعلق بالنفوذ ولأجل ذلك سيؤدي إلى استقرار ولكن بد وقت هل الأمر كان متضرر؟ نعم متضرر ماذا سيفعل؟ يبدو أن الأمريكي يريد استعادة زمام المبادرة العين تحديداً على شمال وشرق سوريا هل الأمريكي سيقدم هدايا؟ لا الأكراد ورقة جاهزة لإعادة الأمريكي دوزنتها والحديث عن دول كردية هذا الملف لم يطوى ولأجل ذلك العين على هذا الملف الذي سيكون حديث وحدث السنوات المقبلة الصراع هنا في هذا المنطقة لأجل ذلك التركي الروسي الإيراني والسوري في دائماً اجتماعات متواصلة للوصول إلى حل في هذا الملف وبالتالي إيجاد تكتل ما يعني أن الصراع اليوم موجود يحاولون أيضاً إيجاد صراعات أخرى إسرائيلية أخرى تواصل مع إسرائيل يعني الإقليم يتجه في مكان ما إلى الاستقرار وفي مكان ما إلى رغبة في الإشعال خلفيته الأمريكي والإسرائيلي أيضاً الملف السوداني يلي هو نقل الصراع مؤقتاً من المركز إلى الأطراف ويبدو أنه إلى مزيد من الاشتعال كأنه كتب اليوم على العالم ممنوع أنه يرتاح ويجب أن تبقى الحروب هذه حروب لا تنتهي لا تنتهي لا مع هذا الجيل ولا مع جيل أخرى ولكن التسويات التي اليوم يجب أن تكون مثل السعودية وإيران ستعزز من استقرارات موجودة بمساحات محددة في الإقليم على الأقل تنهي الصراعات التاريخية يلي كانت تاخذ لبوس مذهبي تحت عنوان إما سني أو شيعي أو حتى لبوس قوميات متعدد الأوجو كان أن يشتعل في إيران خلينا نشوف المرحلة المقبلة هي حامية بكل اتجاهاتها سلماً واستقراراً من جهة وحروباً لا تنتهي وإن كانت الغالب عليها حروب غير تقليدية حروب بيردي حلوء حروب زادبعد اقتصادي وتكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر